بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا لازم نبقى دايماً وإحنا بنتكلم على جليس لازم نبص على نفسنا بعين الاعتبار لأن في ناس بتعيش الحياة وبتاكل وبتشرب وتشتغل وتكسب وتبيع وتتجوز وتخلف ويبقى عندها كمان أولاد والأولاد دي كمان يكبروا ويخلفوا لكن هم حاسين إحساس شوية مؤلم جداً 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 حاسين إن حياتهم ملهاش طعم وساعات بيدركوا حاجة كويسة ويقولوا إن حياتهم ملهاش معنا وساعاتهم يعيشوا إنهم ميتين بس في عداد الأحياء الله سبحانه وتعالى قدم لنا الفهم الصحيح لهذه الحالة الله سبحانه وتعالى قال أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس طبعاً أنا عايزة أقول إيه؟ إن في حياة بيعيشها الإنسان كزي الميت وفي حياة بيعيشها الإنسان وهو مليان بالحياة مليان بالنور زي ما قالت الآية وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس فتبقى الحياة مليانة بنور النعمة اللي بتخلي للحياة معنا زي نعمة معية الله النعمة المركزية في الحياة وهو معكم أينما كنتم وساعتها الإنسان بيعيش حياته بمعنى إنه هو بيحيا حياته كأن الحياة كلها محراب بيعبد ربنا فيه ويحيا في معية الله وفي كنفه زي إن الإنسان يحس بنعمة ربنا عليه إنه ودايماً يعينه ويفرج عنه همه فيقرر إنه هو يعيش بمعنى إنه هو يكون سبب في تفريج هم الناس أو إنه يكون ظهر ليهم ويساعد كل اللي حواليه ويعيش بمعنى إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ففي ناس عاشوا مليانين إن الحياة نعمة ولقوا فيها المعنى اللي يحسسهم بالنعمة حتى الموت بالنسبة لهم أصبح حياة أيوة صح أنا كنت كل مقدمة دي كنت رايح ناحية الشهدة دو دولة اللي حسوا بمعنى الحياة الحقيقية معنى المعنى اللي خلاهم يحسوا بإن الحياة هتستمر حتى بعد الموت ده اللي بيتحرك جوانا كل ما بنسمع قصة بطل أو شهيد وهو بيبذل لوحه عشان وجد معنى الحياته المعنى اللي ممكن يبقى هو دوة الحكمة اللي خلته في لحظة من اللحظات يقرر إنه هو يعيش حتى بعد الموت وساعتها بيكون يتغمس في ماذا في أنوار لا حدود لها أنوار ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة ما يشاء وعشان كده من أهم الحكم اللي ممكن نعيشها في الحياة إن الإنسان يظل ميتا ما لم يدرك المعنى فالمعنى هو الحياة فإذا فقد الإنسان المعنى فقد الإنسان الحياة وإذا وجد المعنى عاش ولو بعد الموت وعشان كده الشهيد وجد المعنى وعاش شاهداً للمعنى فأصبح مشهوداً بعد شهاده من أجل هذا المعنى فأصبحت حياته متجاوزة حد الحياة الأولى اللي الناس تعرفوا عليها فأصبح يحيا حتى بعد الموت فالشهيدة عاش بمعنى أن الأرض عرض وعشان كده لما انتصرنا في أكتوبر انتصرنا لما امتلينا بالمعنى معنى أن الأرض كالعرض فبقى كل حد فينا نفسه يبزل روحه عشان يحافظ على الأرض عشان يحافظ على الأرض وانتصرنا لما عشنا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينصر من حافظ على تكريم الإنسان له ولقد خرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر الشهيد كمان عاش عاش حياته بمعنى وعجلت إليك ربي لترضى عاش بمعنى إنه ساعة مأبزل حياتي من أجل أن الله سبحانه وتعالى يجعلني سبب أن يسعد الناس وأن يأمن الناس فقد رأيت الله ورأيت أن الدنيا شيء هين فبذلت نفسي لله لما رأيت جمال الله فأكرمني لله سبحانه وتعالى بأنني عشت حتى بعد الموت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون يبقى إيه حاصل ما كان لله أو ما يعيش عند ربهم ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره قطعا فصل فاتصلت حياتي بالله فأصبحت لأفنا ولكن أنتقل من حياة إلى حياة وأصبح الموت ده عبارة عن بوابة عشان أروح للحياة الأوسع ويفضل نصر الله سبحانه وتعالى لينا في البلد المحروسة سر عجيب بيجعل هذه البلد فيها من مدد الله ما لا يعلمه إلا الله هذا النصر اللي هيفضل شاهد على الرباط اللي بينا وبين الله قالونا مش هتقوم لكم قومة قلنا لهم ومعنا القيوم والذي لا ينام فقمنا بالله سبحانه وتعالى ونزارج انفجرت قروب الناس بالفرح بالنص لأنهم علموا أن هذا لا يكون إلا من عند الله النصر إلا من عند الله نعم خططنا ونعم بزلنا ونعم استخدمنا كل الوسائل التي كانت موجودة قدامنا وأخذنا بالأسباب إلى المنتهى ولكن يبقى بسم الله الله أكبر بسم الله فنصر أكتوبر وشهدائنا وأبطلنا في كل وقت بيعلمونا أن احنا نبحث عن المعنى اللي نعيش من أجله ولذلك الجليس هنا اللي احنا بنجلس بين النهاردة المعنى أكتوبر بيعلمنا أن احنا نعيش ونفضل عايشين بالمعنى مهما كان نعيش بالمهما كان في ناس عاش تلحى بمعنى أني لابد أن احنا نفنى من أجل المصلحة لكن احنا عاشنا بمعنى تاني أن الله طيب ولا يقبله إلا طيبة فحسنا أن الطيابة بتخلي لحياتنا معنى أن احنا نكون طيبين أن نكون في سلام ورحمة ولطف ولين وحسنا وفي ناس كتير في وسطنا بيحسوا أن الطيابة بابهم وأنهم يحسوا أن في وصل بينهم وبين حضرة مولانا سبحانه وتعالى وفي باب يتفتح بسر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سموا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون لكن ساعات تيجي النفس الأمر بالسوق للأسف للأسف فتفسد على الإنسان المعنى ده وتعلمه أن الطيابة غباء وتشوه له الحياة وتحرق قلبه بنار الصراع ونار الخوف على الفرص اللي تضيع منه لما حد ييجي يدوس عليه فيحس إنه أصبح إنسان قاسي ولازم يتحول إلى إنسان قاسي ويحس إنه مبعيد عن الله أو راجل أفساد تتعليه نفسه معنى الرجولة اللي بيخليه إيش حياته إنه يكون راعي للناس وراعي الأهل بيته وراعي الأولاده وبحكمته وبحنانه واحتواءه فتيجي نفسه وتعلمه إنه عشان يكون راجل لازم يكون مسيطر وقاسي القلب وسوته عالي وينفر أهله ويتعصب عليهم ويضيع التآلف والحنية والإحساس بالأمان والسكن والمودة ويبقى البيت كله نار عشان هو يحس إنه هو لي وجوده والمعنى هو اللي بتجد فيه إن قلبك فيه راحة مش قلبك مليان نار وديق وكآبة ويجعلك تتقبل إن أنت عبد وتقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبودية كلنا بيطلب راحة البال وراحة البال بتلاقيها لما بيكون قلوبنا عايشة بالمعنى اللي بيجعل قلب كل واحد فينا موصول بالله وعشان كده هذا النصر بيعلمنا الانتصار عن النفس بيعلمنا الخروج من ديق النفس وإن الحياة من غير معنى معاناة وإن الحياة من غير معنى توجعنا وإن الحياة من غير معنى ألمها لا تخف ولكن تزداد وتسقل وتكوى القلوب وتكسر العظام لكن حياة بمعنى نتحمل بها كل الألام حتى لو نعضي كل الأهوال بس ده ما يكون في معنى وكتوبر علمنا المعنى طب نعمل إيه عشان نعيش بده أول حاجة اسأل نفسك للوقت وانت قعد معايا إيه المعنى اللي بيخليك قلبك موصول بالله إنه مثلا إنك لما تسامح بتحس إن المعنى ده اللي بيخليك موصول بالله إن أنت عندك قدر على أنك أنت تتجاوز كل المخاوف اللي حطيتها لك نفسك الأمر بسوق من المعنى إنك تترك الحكم على الناس إنك تفكر إزاي تكون سبب من أسباب السعادة إنك إزاي تخدم الناس وتنفع الناس من غير ما يعود عليك نفع وأول ما تلاقي المعنى ده امسك فيه إن وإن أنت تعيش بالمعنى ده طول حياتك زي ما الشهيد مات على المعنى دوت فألقى الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى أول حاجة شوف المعنى إيه ويمسك فيه تاني حاجة كل يوم نص ساعة اختلي بالله سبحانه وتعالى ودعو الله سبحانه وتعالى إنه يبصرك بالمعنى والقيمة اللي أنت ممكن تعيش من أجله ويمكن ده من قلبك لأن المعنى ده لو تمكن من قلبك هتشوف الدنيا بنظرة مختلفة وتحس إن أنت مع الله الحية التالتة خليليك دعاء كل يوم اللهم إني أعرف أنني عبدك وأن نسعدي بيدك وأن حياتي عندك فأسألك يا سيدي أن تأخذ بيدي فتقيمني عندك في حضرتك حتى أعيش حياتي بين يديك يا سيدة ما ألذ الحياة بالمعنى ودايما المعنى يجمعنا ومن له معنى أكيد سيعرف أن الله معه لأن هذا المعنى أنت لا تصنعه ولكن يصنع لك على عين الله لكي ترى الحياة من عند الله يا رب جعلنا من أهل المعنى وجهل هذا النصر باب من نصرنا على أنفسنا لكي نعيش بالمعنى ونلقى الله على معنى أن الحق أتى لنا بالحقيقة لنذهب إليه منتصرين على أنفسنا خارجين من ضيقنا خارجين من أوجاعنا يا رب اجعلنا في أمانك اجعلنا في ضمانك اجعل هذه الأيام المباركات تفتح لنا أبواب فضل ونعمة وبركة ونور وراحة بال واجعلنا يا رب كل أيامنا أيام انتصار على أنفسنا الأمارة بالسوء واجعل لنا يا رب بابا من أبواب الشهود لنشهد الحياة واسعة بنعمتك ونرى أن المعنى دائما إذا فتح لنا بابا على الإقبال عليك فإنه معنى موصول بالنور موصول بالخير موصول بالعمران اللهم جمّلنا بالمعنى الذي يوصلنا إليك يا حق يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل يا سادة نلتقي بحضراتكم بأسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسره عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم في الأيام المباركات ومعانا صفحتنا على صفحة بلنامج ولا تعسره على الفيسبوك التي نتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويفضل جسر النور المتد بنا وتفضل مجالس العلم الله سبحانه وتعالى يأذن لنا أنها تكون مفتوحة بأسئلتكم اللي بتوصلنا وتعليقاتكم اللي بتملأ لقبنا سعادة وهنا وبركة يا رب جعلنا دايما في حال وصل بك وبمجالس العلم يا رب العالمين أول سؤال وصلنا سؤال وصلنا على صفحتنا صفحة بلنامج ولا تعسره بيقول السؤال أعمل إيه داوة ممكن يكون دي معنين أنا أجاوب على المعنين المعنى الأولاني أعمل إيه اللي أنا بعمله داوة حلال ولا حرام فده لي معنى أعمل إيه إن أنا أوفر احتياجي دا اللي هو شايفه مش مهم نجاوب على السؤال الأولاني أول شيء إحنا عندنا أمور مهمة جدا 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 إن النفقة بتكون محددة من جانبين الجانب الأولاني نفقة اللي فيها استطاعة الزوب فيه اتجاهين فيه تحديد معنى النفقة اتجاهين دولا موجودين حتى في ماذا بالسادة الحنفية هو بنحدد النفقة بناء على ما يستطيعه الزوب الحاجة التانية إنه إحنا بنراعي بعض كمان المستوى الاجتماعي اللي بيكون مناسب للأسرة فإحنا عندنا البعضين دولا بنراعيهم يعني الزوج لو إنه موسر وإيه اللي حاصل عليه إنه هو يعيش بيته في نفس المستوى الاجتماعي اللي بيعيش فيه أقرانهم يعني لو البيت دوت أمثاله من البيوت هو عنده مثلا بياخد خمسين والبيوت اللي في أمثاله بتنفق تلاتين أربعين خمسة وتلاتين يبقى هو لازم يوفر للبيت المبلغ ده لأنه قادر على ده لأن البائع يكف نفقته الشخصية بس كمان هو لازم ينفق على هذا البيت طيب لا هو مش قادر على هذا إذن لا هو البيت بياخد تلاتين وهو بياخد خمسة وعشرين بياخد عشرين هيعطي للبيت اللي هو في سعته طيب طيب الحالة اللي عندنا دي عن طبق عليها نفس القادتين دولا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو ساعة من ساعة يبقى تلحد إن الإنسان بينفق بما يستطيع الحد الأولاني الصورة الأولانية إن زوج حضرتك يكون بيقبض أكتر مما يعطيك إياه وإنت مستواكم الاجتماعي يتحم يحتاج إلى مال أكثر مما يعطيك إياه فساعتها هيبيجي حديث رسول الله اللي سلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يبقى عندنا ضابطين الضابط الأولان إنه يكون موسر عنده فلوس زيادة وإنت يكون هناك احتياجات هو لا يعطيك ما يكفيك فستأخذي من المال ما يكفي لاحتياجاتك أنت وأولادك بس لا تزود مليم وأنا نزود عنده ده بعد إيه بعد ما نطلب منه إن هو يزود لنا فلوسنا فما يرضاش طيب لا ده هو بيديني المناسب وأنا محتاجة شيء من مزيد من الجمال المزيد من الطرف أنا محتاجا بس ده أكتر من الفلوس يبقى مش هناخد من الفلوس لو كان ده أزيد مما يأخذه المثيلات يبقى خلاص مش هناخد من الفلوس حتى ولو كان موسرا وهو يعطيني ما مثل ما يكفي حتى لو هناخد طيب 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 أنا أخد ما يتساوم على الحاجة أنا عايز بقى شوية الطرف لا بده هو بديني ما يتساوم على حاجة ما أخدش من غير إذن طيب خلاص دي الحلقة لا هو بقى ما عندوش فهو سيعطيني ما يستطيع سيعطيني ما يستطيع فلو أخذت منه مثلا هو عنده أموال عهدة عنده أموال دي اللي بيقض بيها بقيت الشهر عشان يقدر يروح يكتسب وياخد فيه لا يا جزدي أنا أخذ منه لأن كده أنا بأفسد الأسرة أرجو أن أنا كن وضحت لحضرتك الجزء دوت شوية وهو مش بيديني أنا عايز أوسع على نفسي شوية وهو مش بيديني أعمل إيه نصحت لحضرتك إجليسي معاه إجليسي معاه وفهمي إن دوت بيعود بالخير والبركة على الأسرة كلها لكن لا تأخذي شيء أنت عايزة تروحي به على نفسك أو عايزة تدخل السرع على نفسك من غير ما هو يكون آذر لحضرتك إذا كان هو لا يستطيع أو كان يعطيك ما يكفيك عايزة تزودي شوية عشان أعمله مدخرات عشان أي حاجة لازم تتفق معاه وتقنعيه بهذه الفكرة وده جزء من الحياة الأسرية إن أنا لو عندي فكرة ادخار أو عندي فكرة إن أنا محتاجة شوية أدلل نفسي لازم الكلام ده يكون مع الزوك لو إن أنا عملت ده بدون علمه العلاقة إذا علم لإن ده بيحسسه إن أنت حريصة على نفسك وإن ده في قدر من أنانية بدون مراعاة لخصوصية إن المال ده هو أعطاك ما يكفيك فإذا أخذت أكثر من ما يكفيك هو يعتبر إن ده نوع من أنواع الأنانية ونوع من أنواع عدم احترامه وأنوع من أنواع عدم تقديره يبقى الحالة هو إيه إن أنت تحاول لتقنعيه طب وإذا ما اقتنعش مش كل واحد كل ما بيفكر في حاجة وكل ما بيتمنى حاجة لازم يعملها أو كل ما اشتريته أو كل ما اشتريته ومشتريته يبقى كده أنا وضعت حدود لحضرتك في المسألة كلها وأرجو إن يكون ده واضح لحضرتك السؤال بعد كده يقول حضرتك بتقول نعد ونطنش أخطاء بعض بعض كتير وما فيش فايدة ولما بتكلم وأقوله إيه اللي بتعمله ده غلط وحرام يزعل ويقول لي كلامك في الموضوع ده هيخلينا نتطلق ومش بيغلط نفسه خالص ويعلم ربنا إني مش ميخليه نقصه حاجة مش عارفة أعمل إيه تعبت من تصرفاته عدسماعيلي أن أنا أحلل السؤال اللي حضرتك قلتهولي دلوقتي لأن السؤال واضح فيه ببساطة خالص أن فيه ثلاث حاجات هقول الحاجات اللي ما تزكيش في الأول وبعدين أخلي الحاجة في الأخر اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها شوية أول حاجة أنه واضح أنه ما فيش توافق زي ما هو واضح واضح أنه ليه وجهة نظر في الحياة مختلفة عن وجهة نظرك في الحياة واضح أنه ما حاولتوش أنتو الاثنين بيستمروا فيه اللي يزيل هذا الخلاف بينكم متفقين على ده ده النقطة الأولى النقطة التانية أنه واضح أن كل واحد فيكم بيترصد الأخطاء للتاني يعني إيه بترصد الأخطاء للتاني لأن حضرك بتقولي أنا بعدي أهو أنت حضرك شايف أنه أنت بتعدي وهو شايف كمان أنه هو بيعدي بس واضح أن أنتو الاثنين محتاجين شوية تنين تلاتة أقول لكم بقى الحياة دي أن أنتو الاثنين عندكم احتياجات وعندكم تطلعات وعندكم أنتو الاثنين حالة من حالات الرغبات اللي كل واحد فيكم بيحاسب التاني على أنه هو يحقق أهاله وبيعتبر التاني لو ما قالوش هو مقصر في حقه يعني أنت بتعتبر إنه هو لو ما خلاش الحياة على وجهة نظرك أنت فهو في الحقيقة هو مقصر معاكي وبيتعامل معاكي بنوع من أنواع الإخلال بالحقوق الزوجية وهو بيتعامل معاكي بنفس الطريقة طبعا أنا جبت منين الكلام ده حضرتك بتقولي إنه هو شايفك دايما مقصرة ولما أنت بتقوله إن اللي هو بيعمله حرام ده بيعمل إيه بيحاول ليقولك إن الكلام اللي أنت بتقوله ده ممكن يوصلكم للطرق وفي حتة هنا ما تحكيتش أنا أقولها لك بقى اللي أنا حاسه يعني إنه هو بيقول لحضرتك أنت بتنتقديه كثير وبيقولك إنه أنت دايما بيتلميه وبيقولك كمان إنه أنت دايما بتشتكي وبيقولك إنه ده بيخليكم في حالة مأزومة وده ممكن يوصلكم للطرق وإنت دايما بتشوفي إنه هو مهملك وشايفه إنه هو ما بيقومش بوجبه إنه هو يرعاك وحسسك بالأمان بلا هو ما حسسك بالتهديد لأنه كمان واضح إنه هو بيهددك كمان بالطرق من وجهة نظرك أنا عايز أقول ببساطة خالص إن الحضراتك بتقولي ده بيجعلك مش بتتجاوزي أنت بتقولي أنت بتقولي إنه إحنا لازم نتغاضى أنا بتغاضى لأ حضرتك بتخزني في فرق ما بين إنه حضراتك تتغاضي وحضرتك تخزني حضرتك لو تغاضي ما كنتش وصلت للحالة اللي أنت بتكلميني فيها دي وأنا مش مش جايد دلوقتي عشان أقولك أنت اللي غلطانا ما حصلش لكن أنا عايز أقولك أنا بوصف في الحالة دلوقتي حضراتك ما تقوليش لنفسك إن أنت بتتغاضي لأن أنت لما بتقولي نفسك إن أنت بتتغاضي أنت بتشحني نفسك أكتر لأن أنت بتقولي أنا هو بزلت أنا آسف وما تمرش أو أنا بزلت ولم يمتن لي فبيبقى عندك الشحن السلب النفسي مرتين إن أنت تحملت قيمة البزل وكمان تحملت قيمة الخزلان والنقران فده ما ما ينفعش إن أنا أسمي إن ده أتنوع من أنوعة التغاضي ده مسموش تغاضي ده بطلق اسمه إيه اسمه تخزين ولذلك التماس الأعذار اللي علمهن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو إن أنت لما تلتمس العزر خلاص المسألة بتنتهي لكن ما بتتحولش المسألة إلى ماذا إلى رصيد سلبي ودي طريقة ما تنفعش ما بين الأحبة أنا باستغرب شوية أنت اللي أن الأحبة يتعاملوا مع بعض كده أنت حضيك ممكن تقولي لي هو أنت ليه بتقولي كده مع أنه هو اللي غلطان لأنه أنت اللي بتسأليني أعمل إيه هو مش موجود عشان أقولك عشان أقوله يعمل إيه وأنا لو قلت له يعمل إيه وانت روحتي قلت له يعمل إيه ده عيزود عيزود الخلاف بينكم لكن أنا أقدر أقولك تعمل إيه أول حاجة تعودوا مع بعض في جلسة مصارحة لمدة ساعة هديني بقولك هو إجراءته تجلسوا مع بعض من جلسة مصارحة لمدة ساعة يتقال فيها إيه يتقال فيها لاحتياجات بتاعتك بدون لوم يعني أنا محتاجة أنك تسمع أنا محتاجة أن أنا تسمع لأن أنا لما لما بتسمع بحس أن أنا مرتاح أنا لما بتسمع بحس أن أنا في أمان أنا لما هل أنا جبت سرطه في الموضوع خالص وهو كمان يقول كده يقول أنا بحتاج أن حد يقدر اللي أنا بعمله هو ما قاليش وإنتي ما بتقدريش اللي أنا بعمله يبقى كل واحد فينا يعبر عن احتياجه بدون أي واحدة من الثلاثة دولة أي حاجة من الثلاثة دولة هتفسد الساعة دي ولو اتعملت مرة واحدة إيه الثلاثة حاجات اللي ممنوعة نعملهم ممنوعة الانتقاد ممنوعة اللوم ممنوعة الشكوى يعني إيه اللي حصل يعني أنا كل واحد فيكم هايقول احتياجه مجرد من الانتقاد واللوم والشكوى يبقى نقعد ساعة نعمل ده بعد ما نقعد ساعة نعمل ده إيه اللي حصل ما نقومش بعد كده من هذه الساعة إلا واحنا متفقين على إن احنا نتكلم مع بعض كل يوم نص ساعة نتكلم بقى عن إيه ما بنكلمش خالص عن الماضي الماضي احنا قلنا احتياجاتنا خلاص وبقينا كل واحد فينا عرف التاني احتياج الاخر كل واحد فينا عرف التاني احتياجه نقعد نص ساعة كل يوم نتكلم عن المستقبل والسعادة طبعا حضيك من حقك تقولي هو إيه فايدة الكلام أنا شبعت من الكلام هنا مش المقصود من الكلام هو الحوار بس المقصود من الكلام إن كل واحد فينا بلاش يعتبر إنه هو عارف التاني وهو ما عرفوش أنت بتعتقد إن أنت عارف جوزك وحفظاه أنا آسف أنت عارف السورة اللي أنت مكونها عن جوزك بس مش عارف جوزك وهو كذلك هو عارف السورة اللي مكونها عندك اللي اتبنت على إنك أنت لما مسكت السلوك الأريان الحاجات اللي ما بيحبهاش ابتدى يعمل فجوة ويعمل بعض بينك وبينه زي نفس الكلام أول ما بيقولك خلي بالك إن الطريقة دي هتوصلنا للطلاق لأن الحاجات اللي أنت بتقوليها والطريقة اللي أنت بتقولها له بتفكره بحاجات بتوجعه وهو ما كلفش نفسه إنه ويشيل غطاء الكلام اللي أنت بتقوليه ويفهم اللي جوة قلبك أنت عايزة توصله له وإيه الرسالة ولذلك كل اللي بينكم ده جزء كبير منه 80% من اللي بينكم ده السبب والمشكلة في التواصل فإحنا محتاجين نغير طريقتنا في التواصل عشان نقدر نوصل يبقى ساعة نعودة نحكي عن احتياجاتنا احتياج كل واحد فينا نص ساعة نعودة كل يوم نتكلم عن المستقبل والسعادة محتاجين كمان بشكل واضح قوي 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 نجدد في حياتنا نجدد في حياتنا يعني ندخل أشياء كتيرة في حياتنا بلاش ندخل كل شهر حاجة جديدة في حياتنا زي إيه زي إن احنا ندخل مثلا قريتنا لذكرياتنا اللي فاتت مرة تانية نفضل نتكلم عن ذكرياتنا مرة كل أسبوع ذكرياتنا اللي كانت حلوة واللي كان عملناها مع بعض واللي عيشناها ونتكلم في آخر جالسة الذكريات اللي ممكن ما تاخدش أكثر من عشر دقائق ربع ساعة نتكلم إحنا إزاي ممكن نعمل ذكريات تانية ونتفق على معاد نعمل ذكرة تانية فيها ممكن الناس تتفق إنها تعمل ذكرة تانية أيوة وده بيعمل نفس في الجواز لو حضرتكم وعملتوا الكلام ده أنا أظن إن ده هيفرق كتير معاكم أرجو إن أنت تركزي وتسمعي الكلام ده بقلبك أكتر ما تسمعيه هو ده صح ولا غلط هو مين اللي غلطان فينا مش مهم مين اللي غلطان فينا قد مين اللي عيحل فينا إحنا لما بنجي في المشكلات الزوجية دايماً بيبقى عنا إيه يريد إصلاح يبقى مين اللي عيصلح لأن اللي عيريد إصلاح يوفق الله بينهم يبقى اللي عايز صلح ربنا سبحانه وتعالى يوفقه طب تعالوا نشوف إحنا عن صلح إزاي وإزاي كل واحد أي كله نصيب في الحل وما يكونش أي حد فينا هو متعاحد تصدير المشاكل يا سادة احنا تكلمنا النهاردة كلام مهم قوي عن جليس مهم قوي تكلمنا عن جليس مهم اتعلمناه من أكتوبر الجليس المهم ده هو جليس المعنى أكتوبر بيعلمنا إن إحنا ممكن نعيش بمعنى والجليس لما نجلس ويعلمنا النصر المعنى بيعلمنا معنى مش بس صلب لكن بيعلمنا معنى مليان أمل بيعلمنا معنى مليان حياة بيعلمنا معنى ممكن بعد الكرب والضيق والحرج معنى يخرجنا إلى وسع الله سبحانه وتعالى تعالوا نستمر في التمسك بالمعنى ونعيش بالمعنى ونخل المعنى دائم مع أحبابنا يجمعنا يا رب جعلنا دائما لا نحيا إلا بمعنى لكي نكون معك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ألهمنا رشدنا واجعلنا نحيا في النور إلى أبد الآبدين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر